الموقع بالنسبة للبحر فيما تكون المناطق القارية منفرة للسكان فإن المناطق التي تقع بالقرب من البحار تعتبر أكثر ملاءمة لتمركز السكان وذلك نظراً لدور المياه في تلطيف المناخ وإمكانية بناء شتى أنواع المرافق لا سيما التجارية والتي تستقطب السكان للتمركز بالقرب منها التضاريس تعتبر الجبال مناطق منفرة للسكان بسبب وعورتها وانحدارها وقساوة مناخ المناطق المرتفعة منها فيما تشكل السهول عامل جذب للسكان بسبب سهولة إقامة شبكات المواصلات عليها وإمكانية استغلالها في الزراعة خاصة تلك التي تنتشر فيها التربات الخصبة كالتربة الفيضية المناخ يتمركز رالبية السكان في الأقاليم المناخية المعتدلة نظراً لكون المناخات المتطرفة طاردة للسكان فالحرارة المرتفعة تؤدي لارتفاع الرطوبة ثم لانتشار العديد من الأمراض والأوبئة كما في مناطق الغابات الاستوائية أما المناطق شديدة البوردة فهي تعيق تحرك السكان وتزيد من انتشار الأمراض الصدرية بينهم كما يصعب نمو المحاصيل الزراعية في تلك المناطق لا سيما تلك التي تكون مرطاة بالجليد دائماً ما تشكل الأنهار عامل جذب للسكان نظراً لأهميتها في حياة الإنسان فهو يستفيد منها في الشرب وغي المزرعات ومختلف الاستخدامات أيضاً تقل التجمعات السكانية في المناطق التي تفتقر للمياه كالصحارة وإن سكن الإنسان فيها فيكون بالقرب من الواحات حيث تظهر المياه الجوفية الموارد الطبيعية رغم أن الكثير من المناطق على سطح الأرض تعتبر طاردة للسكان إلا أن توفر الموارد المعدنية فيها ومختلف مصادر الطاقة يجعل من هذه المساحات نقطة جذب للسكان نظراً لأهميتها الاقتصادية وحاجتها للأيد العاملة أخيراً رغم تعدد العوامل الطبيعية المؤثرة في توزع السكان وتداخلها مع نشوء الأنشطة الاقتصادية لا ينبري علينا إهمال تأثير العوامل الديمغرافية والاجتماعية وحتى الدينية في تركز الناس في مناطق محددة من الكرة الأرضية فهل تعرفون أمثلة عن هذه العوامل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر